موسيقى مساء الخير مع مرور الأيام تخفط أصوات التحليل والتوصيف القانوني لما جرى في الخامس والعشرين من جميلية الماضي لأن الجميع أيقن أنها صرخة شعبية جامعة وفعل رفض تجاه منظومة أضعفت الدولة وهيكليتها أما الجديد فكان ما فجره أمس الرئيس قيس سعيد حينما كشف في تصريحاته عن محاولات يائسة ومخططات لأطراف لم يسمها مرجعيتها الإسلام تستهدفه وتريد اغتياله واصفا إياها بالخائنين والكاذبين فأي دلالات للتوقيت والمضمون في هذا الإعلان من الجهات التي تريد التخلص من الرئيس سعيد ما هي الخلفيات الأمنية والسياسية والاستخبارية التي يستند إليها الأخير وأي صواريخ يمتلكها بانتظار الإشارة لتضرب المتآمرين في أعماق الأعماق في المقابل نسأل لماذا الرد أتداء سريعا من قبل النهضة بضرورة التحقيق في الموضوع داعية في بيانها التونسيين إلى التنبه لخطورتها وتداعياتها فهل شضايا الاتهامات تطال وتنال من أجهزة النهضة وأي تأثير في المستقبل السياسي للحركة أما في المسار القضائي تسأل أو يطرح الكثير من الأسئلة عن تبعات إحالة ملفات قضاة إلى النيابة العمومية وقبل ذلك هناك قضاة تحت الإقامة الجبرية فهل بدأت الخطوات الأساسية لإصلاح هذا المسلك؟ وعن كل هذه التطورات المتلاحقة في المشهد التونسي سياسيا وقضائيا نسأل ضيفين للليلة في تغطيتنا المستمرة تونس الجمهورية الثالثة الأستاذ زياد الهاني رئيس تحرير جريدة الصحافة اليوم مساء الخير أستاذ زياد سهلا وسهلا ونرحب بأستاذ خالد عبيد أيضا الكاتب والباحث في الشؤون السياسية أهلا بكما أبدأ معك أستاذ زياد أقرب بالمكان أستاذ خالد فقط نبدأ من المعطى السياسي الأهم أستاذ زياد نتحدث عن تدبير الاغتيال لرئيس سعيد كنا نتحدث تحت الهواء ليست المرة الأولى ولكن هذه المرة يعلن شخصيا للمرة الثالثة بمخطط الاغتيال الرئيس السعيد عن أي دلالات بهذا التوقيت تحديدا يتم الكشف عن هذا المعطى وما تبعاته السؤال الأول الذي يطرح هو حول مدى جدية هذه التهديدات ومدى وجودها من عدم لنلاحظنا في مرتين سابقتين وآخرها التهديد الذي قيل أنه استهدف رئيس الجمهورية بطرد مسموم قامت بفتح مديرة الديوان الرئاسي فأغمي عليها نادعك أغمي عليها وبعدها تبين أن هذا الطرد لم يكن يحوي شيئا وعندما تم فتح تحقيق قضائي وأمن في الموضوع لم يقع تمكين الجهات المختصة من هذا الطرد لتحليله بدعوة أنه وقع إطلافه عن طريق جهاز إطلاف الوثائق السؤال اليوم كذلك هو مدى جدية هذا التهديد الذي أعلن على رئيس الجمهورية وهنا يأتي دور القضاء والمؤسسة الأمنية لتتدخل وتبحث في الموضوع خاصة أن رئيس الجمهورية لم يعطفني أي بيانات وتحدث بشكل عام وكان توجه إلى جهة ذات مرجعية إسلامية يتحدث عن جهة سياسية قال اتهمهم بالكذب والخيانة إلى أخيره قال أنه يعلم ما يدبرونه ثم قال أنهم وصلوا إلى حد التفكير في اغتياله أفتح فقط قوس ليقول أن ما يجري يذكرني بواقعة مشابهة حدثة عام 54 في مصر الواقعة الشهرية الشهيرة لحدث منشية البكري في الإسكندرية واستهداف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالاغتيال الذي أطلق عليه النار وتبين أن مطلق النار هو من تنظيم الإخوان المسلمين وما حدث من تدعيات ذلك بحل هذه الجماعة واجتثاثها من المنظومة السياسية والإدارية في مصر التشبيب بهذه الحادثة يدفعني للتساؤل أن لم تكن منصة صاروخية للرئيس تستهدف بصواريخها في المرحلة القادمة دك معاقل حركة النهضة وتنظيم السياسي لحركة النهضة النهضة يبقى السؤال هل هناك من يقدم هذه المادة للرئيس لدفعه لاتخاذ مثل هذه القرارات والرئيس غير واعن بذلك أف يعني غير هنا نتحدث عن تشكيك بالمعطيات الأمنية تشكيك بالمعطيات الاستخبارية هل يمكن للرئيس سعيد بهذا التوقيت تحديدا أن يذهب إلى هذا السيناريو دون ملفات ووثائق تؤكد هذا المعطى أو هذا الطرح أو الاتهام أستاذ زياد ذكرت لك قبل قليل أن هذه ليست الواقعة الأولى الذي يقع فيها حديث عن محاولة اغتيال طب الحديث في مرة سابقة عن محاولة اغتيال والطرد الذي قيل أنه فمكن بسموما تباينني أنه ليس فمكن بسموما وأكثر من ذلك لما طالبت نياب العمومية هذا الظرف حتى تقوم في نبيل تحليله قيل لها أنه تم إطلافه ولم تمكن في نبيل منه وهذا مسألة غير جديدة ولكن الظروف ليست مغيرة بعد 25 من نجويليا بات مستهدفا أكثر بالقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ليكون بالفعل هدفا لعملية اغتيال لتصفيته من المشهد السياسي أنا رئيس قيس سعيد فنت مستهدف هذا فني بالنسبة لي وارد ووارد بشكل كبير بأنه سمعناك حتى قبل أن يعلن عنه كنت توقعوا ذلك أن هناك فنت مخاطر تستهدفه أنا مقتنع بهذا بشكل كبير رئيس قيس سعيد عندما وضع يده وعلى ملفات الفساد وأراد التعاطي مع هذه الملفات وبالتالي التعاطي مع المافيات التي تتحكم في الاقتصاد التونسي والتي تتحكم في مصر التونس والتي تتحكم في المشهد السياسي في التونسي المافيات التي لها حكوماتها لها نوابها ولها مسؤولها الإداريون ومسؤولها الأمنيون إلى آخره لا أتصور أن هذه المافيات ستبقى مكتوفة الأيدي وبالتالي لا أستبعد أن تتحرك بالتأكيد من معاجهات خارجية من مصلحتها فكذلك السير في هذا الاتجاه لخلق نوع من الفتنة التي تعيد الدولة جهات خارجية من تدعم الإسلام السياسي في تونس؟ لا بالعكس الجهات الخارجية التي من مصلحتها ضرب الإسلام السياسي وهنا أضع مصطلح الإسلام السياسي بين المعقفين لأنه في تونس اليوم أظن أن حركة النهضة بدأت تمزاح عن الإسلام السياسي لتتحول إلى حركة محافظة أو حركات كما يقال وليس حركة أتحدث عن القلب الإنقسام سيقع والإنشطار سيقع إن ليس أجلا سيقع أنا سأتحدث بالتفصيل خصوصا عن رد فعل النهضة بالبيانة الذي صدر عنه مطالبتهم بالتحقيق وأيضا في دعوة للأجهزة الأمنية بتفعيل ذلك وكأنه في تشكيك بهذا الكلام أنا سأعود إليك بما يتعلق بموقف النهضة ولكن أريد أن أفهم مقاربة الأستاذ خالد مما صدر واليوم نتحدث عن القائد الأعلى لقوات المسلحة يؤكد بأن القوات المسلحة العسكرية والأمنية ستتصدى لكل هذه المحاولات إلى أي مدى يمكن أن يحدث هذا الأمر منعرجا مهما في المشهد إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني وأين تتقاطع مع الأستاذ زياد وأين تختلف عموما أنا أوافق ما ذكره صديق زياد عموما أقول ربما باستثناء فيما يتعلق مسألة حركة النهضة هل خلعت ما أسميه جب الإخوانية أم بقيت ما زالت تلبسها ربما هناك الاختلاف ما عدا ذلك أتفق معه عموما في كل ما ذكره واعتقادي أن هذه بالنسبة لما ذكره رئيس الجمهورية البارحة هو لأول مرة يفصحه مباشرة عن أن هناك خطة أو هناك معلومات باستهدافه شخصيا لاختياله في المرتين السابقتين كان هناك بطريقة غير مباشرة سمعنا ذلك هذه المرة عندما أكد ذلك قد أمام مسؤولين بعضهم سامن في الدولة التونسية فيعني أن المسألة أباتت مسألة خطيرة في نظر أن ما ذكره رئيس الجمهورية لا يمكن أن يأتي إلا من خلال تقارير مخابرتية هذا أمر ثابت وأكيد وفي التقارير مخابرتية نجد هناك تراتوبية نجد تراتوبية يعرفها ربما نحن نعرفها بحكم اختصاص لكن في القوات الأمنية وغيرها تعرف ذلك تعرف أن هناك تقارير تكون جديرة بالثقة 100% تقارير متوسطة وتقارير غير موثوق بها فلحن لا ندري مدى أي درجة أي درجة في هذه التقارير هذا أولا وثانيا قد تكون هذه التقارير وربما تقارير تونسية وربما تكون تقارير أجنبية وربما تكون تقارير تونسية أجنبية في ذات الوقت تنظر وتعلم وتقول بأن هناك محاولات من بعض الأطراف بغاية اغتيال رئيس الجمهورية وتصفيته وحسب ما فهمنا من البارحة من كلامها البارح بأنه هو يقصد تحديدا جماعة ما سمه الإسلام السياسي وبتأخص حركة النهضة هذا ما يريد أن يذكرها أو يريد أن يعلمه أو يريد أن يوضحه رئيس الجمهورية بطريقة أو بأخرى لعموم التونسيين السؤال الذي يسأل وهو الأهم هل أن هذه التقارير إن وجدت وإن هي صحيحة كنت أسأل ما مصير حركة النهضة أي تدعيات على حركة النهضة بالضبط هل هذه التقارير إن وجدت وإن صحت هل هي فعلا تعبر عن حقيقة أم لا وإن ثم تحقيق وأن هذه التقارير هي حقيقية هل هناك بعض الأفراد قد تم إن شاءنا معرفتهم أو مراقبتهم مراقبة لصيقة أو أنه من خلال هذا الإعلام تم قبل ذلك القبض على بعض الأفراد وربما تتوضح الرؤية فيما بعد أم أن هذه مجرد تقارير فقط نظرية والأهم من كل ذلك استتباعاتها على حركة النهضة إن تواصلت المسألة في هذا التوجه وأصبح الأمر وكأنه أو هو فعلا حقيقة وهناك محاولة مدبرة وحقيقية لإغتيال رئيس الجمهورية ستطيع بحركة الإخوان كما جرى في عام 54 وحال الإخوان المسلمين في مصر وحادثة اغتيال في هذه الحالة كل شيء وارد لأننا نحن نستشعر بأن رئاسة الجمهورية تريد بطريقة أو بأخرى أن تنهي الملف الإسلامي ملف حركة النهضة هي تريد أن يكون بالقانون وليس عن طريق القمع أو المنع أو غير ذلك حتى إن ثم تمنع لهذه الحركة فمن خلال القانون ومن هنا نفهم لماذا هناك رغبة بطريقة أو بأخرى في الدفع كي يظهر تقرير للرأي العام التونسي تقرير إحكامة المحاسبات والذي من خلالها ربما إن تم اعتماده يمكن حل حركة النهضة وحتى الذهاب إلى اعتقال أو سجن بعض قياداتي في هذا التوجه وإذا أردنا أن نذهب أكثر أنا أوافق ما ذكرها فيما يخص حديثة الإسكندرية ولكن قبل هناك حادثة أخرى حدثت في مصر في سنة 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 ثمانية وأربعين عندما تم اغتيال رئيس الوزراء المصري مصطفى النقراشي باشا من قبل أحد أخوان المسلمين وكانت نتيجته فيما بعد اغتيال حسن البنة في بداية سنة تسعة وأربعين ثم فيما بعد ومعاقبة وتعقب الأخوان المسلمين في مصر ثم فيما بعد سيكون نوع من انفراج من خلال بروس حزب الوفد المصري في الحكم من خلال انتقابات 1950 وأصبح الوضع في مصر وقتها شبيها من سنة 50 إلى سنة 52 شبيها للغاية بوضع تونس ما قبل 25 يوليو هذا سبق أن قلته منذ 2016 فالوضع من خلال وجود ديمقراطية وأحزاب عديدة تتناحر فيما بينها وبرلمان فيه الفوضى وانتهى الأمر حتى إلى ما سمي بحريق القاهرة في 26 يناير 1952 هذا ما أريد قوله من خلال أن هناك ترابط كبير جدا بين ما حدث في مصر في الأربعينات والخمسينات وربما ما يحدث الآن في تونس وما سيحدث لاحقا ولهذا السبب وجب التنويه إلى هذا وهنا نتحدث عن سيناريوهاد بالنسبة لحركة النهضة أستاذ زياد وأسمح لي أن أنطلق من البيانة الذي صدر عنهم يعني النهضة تنفي تطالب بفتح تحقيق لماذا لم يتم الكشف من قبل الرئيس عن معطياته تقول وأيضا دعت التونسين إلى التنبه من مخاطره وتداعياته لهذا الكشف وفي دعوة للأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك والكشف عن المتورطين هنا نتحدث عن أي وجود أو أي تبعات للوجود الإسلامي في تونس وخصوصا وكأنه لمح بشكل أو بآخر المرجعية إسلامية لهؤلاء المتورطين إذا ما صدق ذلك عن أي مصير نتحدث أو أي سيناريو لحركة النهضة البيان الذي أصدرت الحركة النهضة أنا أعتبره بيان تبرئة الذمة هي تريد أن تتوجه للرأي العام وتقول أنها بريئة مما قد ينسب لها ومن خلال يعني هي تضع هذه الاحتمال والتوقعات بإيقافات اعتقالات محاكمات هي واضح أن رسالة الرئيس الجمهورية كانت واضحة عندما تحدث عن المرجعية الإسلامية للذين يستهدفونه واضح هو يستهدف حركة النهضة لأنه لا قسم له سواها في الطيف السياسي ولا توجد حزب سياسي له مرجعية إسلامية باستثناء أو غير حركة النهضة طبعا هذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار حزب التحرير الإسلامي الموجود في تونس لكنه وجوده ضعيف وليس ممثلا في أي هيئة من هيئات الدولة إذن رسالة رئيس الجمهورية كانت واضحة والرد جاء واضحا من النهضة لتبرئ نفسها من الشبهة التي ألقيت عليها وفي نفس الوقت لتنبه التونسيين إلى أن هناك ما يحاك ويستهدفها ومن خلالها يستهدف التجربة الديمقراطية في تونس وواضح جدا أنه اليوم التونسيون يبحثون عن كبش فداء يبحثون عن جهة كبش المحرقة كما يقال يحملونها في كل المشاكل في متاحهم نحن شهادنا في متني قبل أيام نموذج كان مؤلما ومؤسفا جدا في الجزائر ذلك الشاب الذي انتخى للمساعدة في أطفاء الحرائق ولأنه لم يكن من المنطقة اشتوبها في أنه ساهم في هذه الحرائق فتم حرقه وقتله وسحله والتمثيل في نبيج 3 ثمتي لاخره وأكثر من 70 شخص اليوم بحالة إيقاف في هذه ثمتي القضية فالناس عندما يكونون في حالة ضيق وفي حالة خوف وفي حالة انعدام أفق ثمتي أمامهم داما يبحثون ثمتي عم يصرفون فيه هل يصح هذا التشبيه النهضة كانت منقضة لتونس واليوم يتم بها أن نقول بأنها كبش الفداء أو كبش الفداء لم أطرح الموضوع من هذه الزاوية النهضة تتحمل مسؤولية أساسية في مآلة إليه الوضع ثمتي في تونس من انهيارات هي لم تطفئ النهضة كانت حليفا أساسيا للفاسدين النهضة كان هدفها الوحيد أن تتعامل مع الحكم تعامل الغنيمة النهضة كان استراتيجياتها ثمتي وتحالفاتها قائمة على التمكين وأساسا على وضع زعيمها راشد الغنوشي على سدة البرلمان ومن أجل ذلك ضحها تنتفني بكل شيء لا أنا قصت نظرت الموضوع من زاوية مختلفة وهي زاوية أن الناس يبحثون عن كبش في ذلك اليوم الوضع الأزمة في تونس ليست خافية على أحد والحلول ليست متيسرة وليست واضحة لأحد رئيس الجمهورية لحد الآن لا يملك حلولا يقدمها لم يقنعك بما قال أنه الخارطة الوحيدة التي يسلكها لأنه في تشكيك ومطالبات بالخرائط أنه هي طريق الشعب التونسي طريق الحق ونافيا وجود خارطة طريق كما يتالب بها البعض قال فليذهبوا إلى كتب الجغلية هذا كلام شعبوي وكلام غير مسؤول من رئيس الجمهورية هذا كلام شعبوي وكلام غير مسؤول من رئيس الجمهورية نحن اليوم عندنا عجز رهيب في ميزانية الدولة لتسييرها إلى آخر هذه من السنة هذا العجز لا ندري كيف سيقع توفير أمواله لا ندري من سيقرضنا من الخارج ونحن عاجزون عن توفير التويل الذاتي في من الداخل اليوم هناك في الاتحادية لكنه غير مؤكد أسوقه بكل احتراز عن طبع العملة للتضخم وننتظر الموقفا رسميا من البنك المركزي في تورس للرد على هذه الأخبار التي يقع في ترويجها اليوم هناك فنتي مشكل فنتي حقيقي في الاقتصاد فنتي التونسي اليوم هناك مؤسسات عمومية لننظر كيف سيقع فنتي التعامل معها اليوم هناك التزامات دولية تجاه المؤسسات المانحة وتجاه شركة تولس لننظر كيف سنتتعامل فنتي معها الوضع فنتي صعب ووضع صحي صعب ووضع اقتصادي فنتي صعب هذه المشاكل الحقيقية التي تطلب حلولا والتي نطلب من الرئيس قيس سعيد أن يعطينا خارط طريق. لكن لأننا نعرف أنه لا يمكن لأي شخص مهما كانت قدرات هذا الشخص خارقة أن يجد لمفرده حلولا لكل هذه المشاكل. ولهذا أظل من المقتنعين بأن المخرج الوحيد في تونس هو يكون من خلال الحوار. لكن ليس الحوار من أجل الحوار. وإنما الحوار على قاعدة صحيحة. في تقدير أن رئيس الجمهورية. رغم أنه خرقت دستور. لكنه وفر اليوم إمكانات لإصلاح مؤسسات الدولة. فليتم إصلاح هذه المؤسسات. وبالتوازي نفكر في إيجاد مخرج لبلدنا. ما رأيكم بهذا الكلام أستاذ خالد؟. حتى الآن في خوف أو في أسئلة تحذيرية عن ملامح هذه الخارطة. خصوصا بعد الكلام. والذي وصف ه الأستاذ زياد بالكلام الشعبوي للرئيس قيس سعيد. فيما مواجهة ما بين الرئيس سعيد وراشد الغنوشي. ومن خلفه أكيد حركة النهضة. يبدو بأنها دخلت منعرجا لا يحتمل التراجع أو تقديم تنازلات يمكن الحديث. الحوار. هل هناك مجال للحوار لإيجاد المخرج المناسب؟. أم لديه القدرات والإمكانات الرئيس قيس سعيد لإيجاد المخرج المناسب لهذه الأزمة في البلاد؟. هو حسب استقرائنا تيلة فترة توليه الحكم. وخاصة علاقاتها مع سيد راشد الغنوشي. فهمنا وفهم العديد من المراقبين بأن القطيعة باتت نهائية وباتت بين الرجلين. هذا أمر واضح. ويجب أن نكون موضوعين يجب أن نقول بأن الاستفزاز من بدأ بالاستفزاز هو السيد راشد الغنوشي. وهو ربما لا يعرف طبيعة سيد قيس سعيد. طبيعة سيد قيس سعيد هي طبيعة العنادي. وإن من من نازله في العنات فإنه يقبل الذهاب في العنات إلى الأقصى. ولهذا سبب نحن نفهم لماذا نحن الآن في نقطة الأقصى في القطيعة النهائية بين الرجلين وبين رئيس الجمهورية وحركة النهضة تحديدا. رئيس الجمهورية في نظري برنامجه واضح. منذ ما قبل انتخابات وإلى الآن. وهو لم يحد عنها. وهذا البرنامج سبق أن لمح له بطريقة أو بأخرى. صحيح مثل ما ذكر صديق زياد أن هناك شعبوية في الكلام. وهي هذه الشعبوية التي نراها ظاهرة. هي تعبير منه. كي لا يعبر عن ما يريد قوله أو ما يريد فعله في الواقع. إلا في الوقت الذي يرتضيه وهو. هو ليس في عجلة من أمره. هو يتريث. والوضع بالنسبة إليه واضح. أو كيفية الخروج من الوضع الذي نحن فيه واضح. هل يمكن أن تعلمنا بها أستاذ خالد؟ هو تخمين مني حسب قراءتي لبعض ما ذكره من قبله. خاصة لديه تصريح ربما هو الوحيد هام جدا قبل انتخابه في أسبوعية تشارع المغاربي في جوان 2019. من هذا التصريح نفهم الكثير من هذا الرجل. المهم أنا في نظري بالنسبة وخاصة عندما نستذكر ما ذكره طيلة هذه المدة عندما قال لا رجوع إلى الوراء أبدا. ولن نتراجع قيدة ألملة. خبض ماء ولا رجوع إلى الوراء. بالضبط. بالنسبة إليه المسألة باتت واضحة. فيما تتمثل انتهى منظومة هذه منظومة 2021 قد انتهت عندها. لم يعد لها وجود. ماذا يترتب عن ذلك عندها؟ يترتب عن ذلك. هنا السؤال. بالضبط يترتب عن ذلك عندها أنه لا رجوع بالمرة إلى البرلمان في القديم. لا يرجع بالنسبة إليه. هذا أول. ثانيا دستور 2014 يجب بطريقة أو بأخرى انهاء العمل به. وثالثا والأهم من كل ذلك هو ضرورة الانتقال من نظام برلماني مجلسي حقيقي مجلسي وليس ببرلماني إلى نظام رئاسي. ولهذا السبب في رأيي ربما وهذا ما أريد قوله أن الرئيس الجمهورية خطته واضحة. ولا يريد أن يفسع عنها إلا في الوقت المناسب. عندما يرى بأنها قد نضجت. لأنه سبق له وأن أفصح عن بعض ما يفكر فيه. سبق أن أفصح عن بعض ما يفكر فيه. فإذا ما ذكره سرا. سبقته النهضة. لا. نقله من ذكره سرا. نقله إلى العموم. وهذا الوضع بذاته الذي جعله ينكف على نفسه مع الجميع دون استثناء. هو في نظري. ربما أقول هذا. هذه مجرد تخمينات ستتوضح في قادم الأيام. سيذهب إلى الإعلان عن تعطيل العمل بالدستور. وعن تنظيم مؤقت للسلطة. للسلطة من خلال دستور مؤقت. وربما في الأثناء سيقترح دستور جديد. وهذا الدستور الجديد ربما سيعرضه على الاستفتاء. من خلالها أنك تقبل بهذا الدستور الذي من جملة ما فيه سيكون نظام رئاسي. وليس نظام برلماني. وإذا ما كان الاستفتاء بنعم. فإنه سنذهب في بعض الانتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها. لكن إن صح هذه الخطة لدى رئيس الجمهورية. فلا يمكنها أن تنجح إلا بشرط أساسي. وهو ضرورة أن ينتحش الاقتصاد التونسي. نحن نعيش إنهيار غير مسبوق للاقتصاد التونسي. وهذا الانهيار غير مسبوق للاقتصاد التونسي. هو الذي سيحدد مدى قدرة الرئيس قيس سعيد في الذهاب إلى الأقصى. في مشروعه وفي خطته. أو سيفشلوا فيه. لأن التونسيين الآن لم يعد لديهم الصبر. كي يصبروا. هم صبروا عشر سنوات. ولا يمكنهم أن يصبروا أكثر. العنصر الثاني ما هو؟ إذا العنصر الأول هو إيجاد حل الأزمة الاقتصادية. وسأعود إليك بالحديث أيضا عن مهية هذه الحلول. ما هي الاستراتيجية التي يمتلكها؟ العنصر الثاني ما هو؟ العنصر الثاني الذي لديه هو أنه يكون قادر على. نحن نعرف أنه لديه تأييد شعبي كبير. هذا أمر لا يمكن لأي إن كان أن ينكره. لكن الشعب التونسي هو شعب ميزاجي. صحيح هو يبحث دائما عن الأب. عن القائد. عن الزعيم. عن المنهم. عن الشيخ. الشيخ القبيلة إن شئنا. ولكن يقيم ويراجع. ولكن ميزاجيته تكمن في أنه سريع التقلب. معنى إن لم يلاحظ بأن هناك تحسن على الميدان. وإن لم يلاحظ بأن رئيس الجمهورية هو فعلا صادق. خاصة في محاربة الفساد. واسترجاع الأموال المنهوبة. وأموال وخاصة مكافحة التهريب والتهرب الضريبي وغير ذلك. فإنه بإمكانه بطريقة أو بأخرى أن ينزع ثقتها عن رئيس الجمهورية. ونرجع إلى نقطة السفر. استقرأ هذه الخارطة. وحاول أن يفصل بعض الأجزاء. أو ما يمكن أن يذهب إليها الرئيس قيس سعيد أستاذ خالد. حل البرلمان. سأنطلق من هذه النقطة. تحدث عن تعديل بالدستور. تعديل بالقانون الانتخابي. إمكانية الاستفتاء على الدستور. وأيضا دعوة الانتخابية نيابية مبكرة. وصولا إلى تغيير النظام. الذي هو من شبه برلماني إلى رئاسي. أنا سأنطلق من حل البرلمان. هذه المواجهة بأي طريقة؟. كيف يمكن أن يحل البرلمان؟. هل من خلال قوانين أو يستشهد بما صدر عن دائرة المحاسبات؟. يعتبر الملف الأساسي بالتمويل الانتخابي. ليسقط عدد كبير من النواب داخل المجلس؟. أنا أفرق بين مسألتين. أفرق بين قرار حل البرلمان. الذي هو لحد الآن قامه في النبي تجميده. وبين تغيير تركيبة البرلمان. وهذا وارد. وهذا فنتي ممكن. بل بالعكس أنا أقول أن هذا استحقاق. لأن كل من صعد للبرلمان بطريقة فنتي غير شرعية لا يستحقها لما كان له فنتي هناك. حركة النظر في تقرير دائرة المحاسبات طلقت تمويل أجنبيا. اعتبرت محكمة المحاسبات أن تمويات اللوبيينغ التي حصلت عليها حركة النظر في نيزة الخارج. اعتبرتها أثرت على نتيجة الانتخابات. ولما نطبق الفصول 143 و163 من المجلة الانتخابية. النتيجة تكون هي إلغاء نتائج حركة النهضة في كل الدوائر. وإعادة احتساب الأصوات من جديد. وكأن حركة النهضة والأطراف الأخرى معها المتهمة التي تواجهت من نفس التهمة. مثل قالب تونس وأيضا هناك العديد من العديد من الانتخابي. فسيواجهون نفس المصير. وبالتالي سيقع إعادة احتساب الأصوات. وتكون هناك البرلمان بتركيبة جديدة. وهذا يؤكد قول رئيس الدولة أننا لن نرجع إلى ما كنا عليه قبل 25 سبعة 2021. فقط ملاحظة بالنسبة لصديقي في ابتخالت. أنا لا أعتقد أن رئيس الجمهورية يمارس هذا الخطاب الشعبوي. في انتظار أن تنظج الفكرة التي يريد أن يطرحها على التونسيين. ويطرحها في الوقت المناسب. لأنني لست واثقا تمام الوثوق. بأن قيس سعيد عنده برنامج للإنقاذ. لو كان الأمر كذلك. لما قام بالانقلاب على الدستور. لأن ما قام به قيس سعيد. رغم أنه يشكل حلا لأزمة قائمة. ولا يوجد حل فنة غيره. وقال أنه تجاوزناها الآن. تجاوزنا مسألة قانونية. لكنه انقرب على الدستور. لكن لو كان له فندي برنامج. كان يمكن أن يتبع نهجا فندي مختلفا. هو أستاذ القانون الدستوري. ويعرف جيدا أن هناك في القانون الدستوري. ما يسمى بالإجراءات فوق الدستورية. لمواجهة مثل هذه الأزمات. التي تعطل مؤسسات الدولة. ولكنها ليست خطرا داهما. تدفعه إلى تفعيل هذا الفصل. إجراءات فوق دستورية. يقوم بتعليق العمل بالدستور. وسيجد الشعب كله إلى جانبه. مثل ما خرجه في 25 ثمت نسا سبعا. سيقول للتونسيين. هذه مؤسساتكم اليوم بحالة عطالة. هؤلاء الأحزاب التي تحكمكم. هي أحزاب منفاسدة ومتحالفة مع الفاسدين. على حساب قوتكم اليومي. وهو محق في ذلك. هذه المنظومة كلها تحتاج إلى المراجعة. وبناء عليه. وبصفتي مؤتمنا على الدستور. وقد أقسمت على أن أحافظ فمتني عليه. في مبادئه. وفي غاياته. فأنا أعلن اليوم. عن حل البرلمان. أعلن اليوم عن تعليق العمل بالدستور. أعلن اليوم عن تشكيل لجنة فني دستورية. لتقديم دستور جديد. سأستفتي فيه التونسيين. أعلن اليوم عن عزل رئيس الحكومة. وعن حل الحكومة. وعن تشكيل حكومة. سأرأسها بنفسي. أو سأكلف مساعدا لي وزيرا أولا. ليدير شؤونها. ببرنامج محدد النقاط. 1-2-3-4. وأن هذا العمل الذي سأقوم به. يحتاج فترة انتقالية. مدة هكذا. قد تكون سنة ونصف. قد تكون إلى موعد الانتخابات القادمة. ولا أتصور أنه بمثل هذا الطرح الذي يطرحه. سوف لن يجد زخما شعبيا يسنده من أجل تحقيق هذا البرنامج. مع تكيد على كلمة هامة قيلت قبل قليل. وهي تتعلق بميزاجية الشعب التونسي. نحن شعب متوسطي. والشعوب المتوسطية. سواء في الحوض الجنوبي من المتوسط. أو في شماله. سواء في الضفة الغربية الشرقية من المتوسط. حيث حبيب بيثنا لبنان. أو في الضفة الغربية. نحن شعوب عاطفية. وميزاجيون. هذه الجماهير. وهؤلاء الذين يخرجون اليوم في الشوارع. وجدت به المخلص لرئيس قاس السعي. لو تتعطل الرواتب شهر واحد أو شهرين فقط. ستنقلب كل المعادلات. لماذا؟ لأن الناس يبحثون على الموضوع. وخرجوا معه وهم صادقون في ذلك. ليسوا مأجورين. نحن لاحظنا قبل فترة. من مظاهرات ضخمة خارجتني في تونس. لكن نعلم أنها كانت مظاهرات مأجورة. والذين يخرجون فيها أغلبهم كانوا مدفوعي. الأجل للخروج في هذه المظاهرات. الذين خارجوا يوم 25 سبعة. لفت قيس السعيد. لم يكنوا مأجورين. كانوا متألمين. وكانوا فمت مغتظين. وكانوا يبحثون عن حل. كان يتم الحديث عن انفجار. سيحدث على الصعيد الاجتماعي والسياس. لأن الشعب التونسي لم يعد يحتمل هذه المنظومة. وقارات قيس السعيد. لعلمك سيدتي. أنقذت حركة النهضة من المحرقة. لأنه لو لم يتخذ تلك القرارات. لا رأيت فيني كل وليس فيني فقط فيني بعض مقارات النهضة محترقة. لا رأيت فيني كل مقارات النهضة محترقة. وكل رموزة الذين اختفى أغلبهم بين القوسين. ولا يجرؤون فمت على أن يخرج فمت للشوارع والأسواق. ويلتحيون فمت بالناس. لأنهم يعرفون أن غضب الناس على يوم فمت بني شديد. لكن هذا الزخم الذي يساند قيس السعيد اليوم. والذي علق عليه أمالا كبيرة. إذا لم تتحقق أماله. وفي وقت قريب. وليس في مدافع انت بعيد. فالردة ستحصل دون ريب. وهنا نتحدث عن معركة بمحاربة هذا الفساد. وذكر الانهيار الاقتصادي. وهو العامل الأساسي بالنسبة للشعب التونسي. الذي يرخي بنتائجه على الوضع الاجتماعي والوضع المعيشي. وأزمات كثيرة مثل البطالة والمديونية. هنا نتحدث عن ملعب القضاء. هذه المعركة تدور برحابها. الذي يعيش مخاضا داخليا وضغوط خارجية. وهنا نتحدث عن تطورات. مثل اليوم إحالة للقاضي راشد الطيب إلى النيابة العمومية. قبلها الإقامة الجبرية لعدد من القضاء. هذا ما مألاتهم؟ ما التدعيات؟ ما هي الخواتيم لهذه الملفات؟ هذه أسئلة تطرح وأيضا الأبعاد الخارجية. سننقشها معكم أستاذ خالد عباد وأستاذ زياد الهادي. هناك نسمح لنا أن نتبق إلى فاصل قصير. مشاهدين الكرام من بعده نعود استكمال هذا الحوار. لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام. ونجدد ترحيب بضيفين الأستاذ زياد الهاني والأستاذ خالد عباد. أستاني في الحوار معك أستاذ خالد. خصوصا بهذه المعركة التي أعلنها وأطلقها الرئيس قيس سعيد الحرب على الفساد منذ التاريخ 25 جوليه. هل يمكن كسب هذه الحرب؟ ونحن نتحدث عن خطوة أساسية في القضاء. يعني كيف قرأتم خطوة إيقاف القاضي الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عن العمل. وإحالته على النيابة العمومية. ويقال في جدلية الآن وفي كباش ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وشهدنا أيضا انتعاد قضاء بالإجراءات التي تتخذ بحق بعض القضاءات. هو في البداية تفاعل مع صديق زياد. ما ذكره هو كأنه بطريقة وبيقر يقرأ بعض أفكاري. خاصة عندما تحدث. مصير النهضة. سابق أن كتبت في الإبان عندما حدثت الأحداث. ذكرته في بعض وسائل إعلام. ثم كتبته في افتتاحية لجريدة. وأنا من المتابعين المستمتعين بما تكتبون. شكرا سيفيات. بأن قيس سعيد قراراتها أنقذ بها حركة النهضة من براثن الشعب التونسي. لأن هناك كم هائل من الصخط والنقمة من التونسيين تجاه حركة النهضة. ولو لم يتخذ هذه الإجراءات. لرأينا كيف حتى حجارة منازل قادة حركة النهضة والمنتسبين إليها تقتلع. هذه كانت قناعة عندي. ونحن ما نشهده الآن. هو سبق أن حذر منه العديد. لأننا الكثير منهم حتى أنا ذكرت منذ ثلاث سنوات. منذ 2018 كان خوفي من ما أسميت فوضى الجياع والعصابات. ولو لم تحدث هذه القرارات يوم 25 يوليو. لكنا سنذهب إلى هذه الفوضى. ولهذا السبب يجب دائما أن ننسب الأمور. هذا أولا. هنا يجب على النهضة أن تشكر الرئيس قيس سعيد حتى ذهب بقراراته لـ 25 يوليو. بمآلات إليه. هي إلى حد الآن حركة النهضة. على الأقل قادتها الذين نحن نعرفهاهم. إلى حد الآن لم يفهموا ما يحدث. حقيقة ما يحدث. لم يستوعبوا. لم يقرأوا حتى الآن هذه اللحظة التاريخية. ولم يستوعبوا. والظاهر أنهم لن يستوعبوا لنزم أخشاريا. ولهذا سبب ربما سيأتي من حطام هذه القيادة. قيادة أخرى استوعبت ما يحدث حقيقة في الميدان. وأدركت أن زمن ما أسميت حركة النهضة قد انتهى في تونس. سنشهد حركات نهضة ثلاث أحزاب حزبين على الأقل كما يقال. ربما هذا سيحدث. لكن دائما المرجعية هي نفسها. هناك معطى يجب أن أقولها وسأتحدث مباشرة عن القضاء. في تونس لدينا. وأعتقد أن صديق زياد سيشاترني في هذا الرأي. لدينا أصبحت حصانة ومناعة جماعية. من نمط اقتصادي كان يسمى التعاثط. طبق في الستينات من القرن العشرين. وهو أهدافه كانت هي جيدة. لكن طريقة التطبيق في مجتمع لم يكن مهيئا لذلك. فكانت النتائج كاريفية. لكن النتائج على المدى المتوسط والبعيد. خاصة وخاصة في الوجدان الجماعي التونسي. هو أنه لو أردنا أن نرجع الآن بالتونسيين. ونطبق سياسة التعاثط. فإن كل التونسيين سيرفوضونها. لأنهم أصبحوا محصنين. ضد كلمة ونمط اسمه التعاثط. اعتقادي أنه ربما الآن. بعد هذه العشرية التي رأيناها. وخاصة أن العديد من التونسيين يحملون حركة النمط. النهضة بدرجة كبيرة. مسؤولية ما قالت إليه ما أسميتها بالخراب. في تونس. ربما أصبحت هناك مناعة جماعية. أو حصانة جماعية. تجاه ما يسمى بالإسلام السياسي. أو بحركة النهضة. ومن شبهها. أقول هذا ربما سيتوضح قادما. في الأشهر والسنوات القادمة. نرجع إلى مسألة القضاء. مسألة القضاء أو الحرب على الفساد. وهي مرتبطة بالقضاء أحباب الأمكرانة. هذه حرب ليست بالأمر السهل. بالمرة. ليس في تونس بقط. في كل البلدان نعرف إيطاليا وما حدث فيها. وغير ذلك. لكن نحن نتذكر ما ذكره رئيس حكومة أسبق. وهو الحبيب الصيد. في البرلمان التونس في 2016. عندما ذكره وتونس وقته. في أوش مواجهة الإرهاب. ذكره بأن الحرب على الفساد. أكبر وأقوى من الحرب على الإرهاب. اعتقادي أن ما ذكره ما زال سيريا إلى حد الآن. والحرب التي يريد أن يخوذها رئيس الجمهورية. وهنا أشاطر صديق زياد فيما قد ذكره في البداية. هي حرب ليست بالسهلة. وبالتأكيد بارونات والفساد. ومافيا الفساد سترد الفعل بطريقة أو بأخرى. ولهذا السبب بهذه الحرب. هي حرب تتطلب ليس مجهود من شخص واحد فقط. هو رئيس الجمهورية. يجب أن يكون هناك جهد جماعي. ويجب أن يكون هناك من يؤمن حقيقة بذلك. لأن المنظومة كلها قد تحترق. هل يتحمل التونسيون بأن لا يحاسب المتورطين والفاسدين. بجعلهم فقراء. بجعلهم باطلين عن العمل. بجعلهم بهذا المستوى المنحدر بمواصلة إليه الاقتصاد التونسي. هل سيقبل الشعب التونسي بعدم محاسبة المتورطين. واستعادة ثقته بطبيعة الحال في دولة القانون. لن يقبل بذلك أبدا. ولهذا السبب هو أعطى كل ثقة له. التفاؤلي والثقة إلى رئيس الجمهورية. ولهذا السبب إن خان رئيس الجمهورية هذه الثقة. يعني إن تلكأ في هذه الحرب ضد الفساد أو فشل فيها. فإن رد الفاعل سيكون عنيفا من قبل التونسيين. ولهذا السبب ورئيس الجمهورية كلنا ندرك بأنه صادق فعلا في محاربة الفساد. ويريد اجتثاث الفساد. لكن لا يمكن. قادر في المستك القضائي نتحدث اليوم عن تحت الإقامة الجبرية قاضيين. قاضية متورطة في تهريب العملة. أستاذ خالد قادر يتعلق أيضا بتهمة التهرب الضريبة. كيف يمكن لهذه السلطة اليوم أن تصلح المستك القضائي. في ظل الكثير من الغطاءات. كما تحدثت المافيوية عائلات. حتى كانت هي طبعت لنقود تطبيع السياسي مع القضاة أو مع المستك القضاء. الفساد والمافيا قد اخترقت كل القطاعات. هذا أمر واضح. أو كل الأجهزة. كل الأجهزة. هذا أمر أيضا واضح. وبالنسبة للقضاء. لا يمكن للقضاء أن يتطهر أو جزء. لا يجب أن لا نعمل. لا صحيح. ليس كل القضاء في سلة واحدة. هناك جزء من هذا القضاء. بطبيعة الحال لديه هذه ارتباطات. مثل ما هناك جزء من هذا القضاء. لديه ارتباطات بأحزاب سياسية نافذة. ومنها حركة الناظر. على القضاء أن يطهر نفسه بنفسه. ويسترجع ثقة الناس فيه. لأننا نؤمن فعلا باستقلالية القضاء. ولكن على القضاء أن يبرهن فعلا. لأنه قد تطهر من كل الأدران التي علقت بي. وهي قليلة وليست كثيرة. هذا أولا. وثانيا رئيس الجمهورية لا يمكن له أن يحارب الفساد لوحده. يجب أن يكون هناك جهد جماعي بين رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية. وخاصة الأجهزة القضائية في كنف احترام القانون. واستقلالية القضاء. واستقلالية القضاء بطبيعة الحال. لأن ما في الفساد والتهريب لا يمكن أن تحاربها إلا بقوة القانون. فقط. مع ذلك سنذهب في مسلك آخر لا نرتضيه لتونس. هل ذلك تعقب بما يتعلق بوضع السلطة التنفيذية؟ فيما يتحدث عن كباش ما بين السلطة التنفيذية. والسلطة القضائية تقول هذا ضغط لمنع استقلالية هذه السلطة. وهي تعلو فوق كل السلطات. في أي دولة ديمقراطية هي التي تحاكم حتى الوزراء. حتى النواب. حتى المسؤولين. أستاذ زياد. ولماذا هذا التخوف على الاستقلالية لهذا المسلك؟ التخوف لسبب بسيط. لأن هناك توجه نحو ترذيل المؤسسة القضائية. من خلال الاستغلال. خرقات قام بها عدد من القضاء. وهي خرقات مشينة. ولا تشرف المؤسسة القضائية. مثل قضية التهريب هذه. مثلا علما بأن الفساد يشمل كل القطاعات. وليس فقط القضاء أو غيره. حتى في ملفات عطلت بشكل واضح. مثل ملف الإرهاب. ملف التسفير. ملف التمويل للانتخاب. في ملفات الاغتيالات السياسية لم يبت بها. علما أنه يقول الطرف الآخر. مثلا الوزير عندما كان وزيرا للعدل نور الدين البحيري. عندما استلم وزارة العدل. قد جهز أو وضع الكثير من هياكل أو المحسوبين عليه في اللاقضاء. يقول لك ليس هناك من وثائق ودلائل تثبت إدانة ذلك. شوفي القضاءات في تونس. هذا الجسم أظن فيه أكثر من ألفين قاضي. يعني نور الدين البحيرة أو غير نور البحيرة بخيري. والذين قبله والذين سيلوه والذين يأتون فيما بعد. بإمكانهم أن يشتروا بعض الذمام التي تقبل بأن تبيع نفسها بالرخيص. لكن لا يستطيعون أن يشتروا ذمام كل القضاءات. هناك قضاءة في أنت شرفاء. وأريد أن أذكر. الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هذا الطيب راشد. الذي قام بإسقاطهم القضاءات. وأريد أن أذكر. الذي أعد الملف التفصيلي لتجاوزاته. وهي هو القاضي بشير العكرمي المتهم بالتواطأ بشكل أو بآخر فإنتي مع الإرهاب. وهذه فيها حديث مفتني كبير. قالوا فضح كل واحد الآخر. شوف أنا عندي وجهة نظر مختلفة. ليس هنا فإنتي المجال للحديث فيها ولي تفصيلها. لكن أقول فإنتي ما يلي. اليوم هناك فرصة حقيقية لمجلس الأعلى للقضاء. والجسم القضاء كان يوقد نفسه وكي يتطهر من هؤذاء الذين يمرغون سمعته في الوحل. والذين سيفسحون المجال ويعطون المشروعية لرئيس الجمهورية والصفة التنفيذية. كي تضع يدها على المؤسسة القضائية. القضاءات الفاسدون معروفون. ويعرفهم زملائهم واحدا واحدا. القضاءات الفاسدون معروفون. تعرفهم وزارة الداخلية والأجزاء الأمنية والاستخبارية واحدا واحدا. هؤلاء الفاسدون والمرتشون. تظهروا مظاهر فسادهم ليست خفية على أحد. من حيث طريقة عيشهم البدخة. من حيث الأملاك التي اكتسبوها. وهذا يمكن تحقق منه بكل سهولة. ولهذا فنت مطلوب اليوم أن يتطهر الجسم القضائي. كما هو مطلوب أن تتطهر حركة النهضة عندما نتحدث عن الجانب السياسي. كيف تتطهر حركة النهضة؟ أول شيء تتخلص من صفة الإسلام السياسي. وأساسا تتخلص من الطبعية التنظيمية والولعية للتنظيم الدولي لأخوان المسلمين. ومن ينفي هذه العلاقة أرى أنه يستغبي التونسيين. نحن لا ننسى أنه عندما تم اقتحام مقر الإخوان في مصر. تصورة راشد الغنوشي كانت ضمن قافة التنظيم الدولي. فلا يضحكون علينا وينفون هذه التنظيم الدولي. الأخوانية بهكذا التعبير والمفهوم. أنا لا أتحدث عن تقارير إعلامية. أنا أتحدث عن قراء تثبيتية. لهذه هي الانتماءات. وهناك مثلت الأموال والدعاة التي استخدمتهم الحركة النهضة. عليها أن تتخلص من الزعامة من السيد راشد الغنوشي؟ أولا أظن أنه لا حل للأزمة السياسية في تونس. ولا حل لأزمة حركة النهضة إذا لم تتطهر من راشد الغنوشي ومن مجموعته. تتطهر من راشد الغنوشي ومن مجموعته. تونس اليوم تحتاج تعبيرة سياسية لفئة هامة ووازنة من التونسيين. هي الفئة المحافظة. مثل ما هناك في تونس حدثيون. مثل ما هناك في تونس تقدميون. هناك في تونس محافظون. ومن حقهم أن تكون لهم تعبيرتهم السياسية التي تعبر عنهم. حركة النهضة يمكنها أن تملأ اليوم هذا الفراخ. وهذا مجموعة الثورة عام 2011. وأن تكون هي هذه التعبيرة. لكن ليس براشد الغنوشي ومن معه. الذين يذكرون بالارتباط بالإسلام السياسي. يذكرون بالارتباط بالتنظيم الدولي للإخمان المسلمين. وأكثر من هذا. يذكرون بالسياسات التحالف مع الفاسدين. وسياسات الخيانة الثورة. هل تدرينا لماذا؟ لسبب بسيط. انتخابات 2019 التشريعية والرئاسية. جاءت برسالة تغييرية واضحة. التونسيون صوتوا بكثافة من أجل التغيير. حتى النهضة التي نطف ريشها. وبعد أن حضيت في أول انتخابات في 2011. بأكثر من مليون ونصف من الأصوات. وصل إلى 530 ألف. لكنها ظلت هي الكتلة الأكبر والأقوى بين الضعفاء. هي الأقوى بين الضعفاء. فرسالة التغيير كانت واضحة. وتكون إتلاف يحمل هذه الرسالة. النهضة لم تتحمل أمانة التغيير. وإنما لما طلب من هذا الائتلاف أن يقع تقاسم مواقع السلطة فيما بينها. لتحقيق برنامج التونتي مشتركة. النهضة طلبت الفصل بين المسارات. وأرادت التفاوض على رئاسة الرجل الغنوشي للبرلمان في مصار. والمصار الحكومي في مصار التونتي ثاني. فلما رفض الحلفاء هذلك التقسيم. ذهبت للتحالف مع قلب تونس. الذي كانت تتهمه بالفساد. والذي تعهد راشد الغنوشي. ودعم الرئيس قيس سعيد بالدورة الثانية بمواجهة. الذي تعهد راشد الغنوشي. في صورة أصبحت كاريكاتورية ويتنقلها الناس اليوم في وسائل الاتصال الاجتماعي. التواصل الاجتماعي. ويقولوا فنتي فيها أنه لن يتحالف مع الفساد ومع الفساد في امتلاخ لي. لكن من أجل كرسيه في البرلمان تحالف معهم. وترضيل العمل الحكومي وأبعاف الحكومة والتعاطي مع الفسادين. هم الذين يتحملون مسؤولياتهم. وبالتالي لن ينصالح الوضع السياسي. وهذا من التغييرات التي يجب تحدث. والتي ستحسب لقيس سعيد. سينقض النهضة. المشهد السياسي. سينقض كذلك في امتل نهضة من هذا الاختبوض. بقي لي أقل من تغيير. تريد أن تعقبوا أيضا بالنسبة للقرار أو الخط السيادي السياسي التونسي. من يحميه اليوم في موقف ملفت. أنه يبارك العاهل السعودي خطوات الرئيس قاسس عيد. كنا نفهم بدعم تونس. ولكن بهذه المرة كانت الرسالة الداعمة لخطوات الرئيس قاسس عيد. لصالحي أم لغير صالحي؟ ملاحظة في البيان الرسمي السعودي لم ترد عبارة المباركة. الدعم لتونس؟ فيها التفاهم. التفاهم لخطوات الرئيسة؟ وليس الدعم. تفضل أستاذ خالد. راشد الغنوشي كان يلوم على الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة بأنه يريد أن يخلط في الحكم. لكن راشد الغنوشي هو جاثم على حركة النهضة بكل تسميتها مدة نصف قرن. بينما الحبيب بورقيبة بقية 30 سنة فقط. والأهم من كل هذا أن حركة النهضة صحيح هناك ما ذكره زياد. هناك محافظون وهو أمر ضروري. لكن حركة النهضة لا يمكن أن تشكل تعبر تعبيرها عن هذه الفئة المحافظين. لأن حركة النهضة لا يمكنها أبدا أن تخرج عن جلباب الأخواني. وإن خرجت عنها فإنها ستفقد مشروعية وجودها. والأهم من كل ذلك تونس يجب أن تكون دائما بعيدة عن سياسة الاستفاف وسياسة المحاور. سياستنا منذ الاستقلال الآن دائما هي خارج حسابات المحاور. لكن ما حدث لتونس بعد 2011 أنها أصبحت في قلب هذه المحاور. ونحن نعرف ماذا حدث في تونس. ومنهم حتى مؤتمر أصدقاء سوريا والنكبة التي حدثت في سوريا. ولهذا السبب تونس يجب أن تنقى دائما عن كل المحاور دون استثناء. وأن تكون سيادة تونس فوق كل اعتبار. حتى وإن كنا نعيش فترة الآن من الضعف الكبير. لكن تبقى دائما سيادتنا فوق كل شيء. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد عبيد. شكر موصول لك أستاذ زياد الهاني. شكرا جزيلا لتوجدكما معنا في حلقة الليلة. الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابع لهذه الحلقة. تصبحون على ألف خير وفي أمان الله.